ليه كلها نتعصف في اخير المباراة مع احد المشجعين القصة لها شوية كواليس يمكن احنا معانا اللقطة لو نستعرضها اياه بعادسة زملنا محمد العزالي الموضوع حصل بعد المباراة ببشرطا واحد من الجماهير وده عادي بيحصل رجل لم يتجاوز مش هتمشي عم يقول له فوق فوق انت نايم فوق وده اللي حصل في اللقطة اللي هي ظهرة معانا دلوقتي وحاول خالد الجوادي انه ما يمنعه طيب احنا بعد اللقطة على طول يعني حاولنا نجيب الترجمة بتاعت اللقطة الرجل كان بيقول له انت عايز ايه كولر انت عايز ايه وكان بيقول لخالد الجوادي بيقول له انا مش عارفهم منفعل عليها ليه هو بيزعق ليه هو ايه مشكلته معايا معايا والتنشن اللي كان عليه كولر هتظهر لقطة دلوقتي مهمة جدا دلوقتي حالة اعرفش يا باينا فول سكرين ولا لأ عمل ايه تمت لا 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 مش كولر خالص بص 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 في الصورة هو المفروض ان الفريق لانه الفيديو ده اللي بقية الفريق بتاريك تجمع ولا عراسل بتاريك تخش في المشكلة وبتاري ينكن يشوف ايه المشكلة طب هي وفيخ نقل من الاساس ده الجزء الاولاني طيب استدبعوا كولر خد اللعيبة زي ما الناس كلها عارفت وراح على التيتش امفعال درجة الامفعال كولر امفعال على اللعيبة كتير قبل كده لكن درجة امفعال كولر النهاردة في التيتش في الجزيرة يعني على اللاعبين ما حصلتش قبل كده وقال لهم التالي قال لهم قال لهمش مشكلة فنية خالص قال لهم تقاعص بعض اللاعبين تسبب ان المرة الاولى الجميل بتهاجمني انا شخصية وانا ما عنديش مكان للعيب متكاسل او متقاعص وانا اللي بقولها من دلوقتي واي لعيب مهما كان اسمه هيقدب نفس الشكل ده تاني قال لهم انا ما عنديش مشكلة ان يبقى فيه ازمات ما عنديش مشكلة ان احنا نعارم تزبزو بالمستوى لكن انا حس ان اللعيب كسلان في الملعب مش هيبقى ليه مكان جوه الفرق لا اساسي ولا احتياطي طيب اما تصل الامور الى هذه الدرجة اه اما تصل الامور الى هذه الدرجة بتعرف ان هناك مشكلة مشكلة لحمة مش هقول انضباط تاني برضو هي مشكلة ان الفريق بلغة الكرة فك فعشان الفريق يفك والله لو اعدت تصلح فيه فنية للصبح الاهل طول العمر طول الوقت بنتكلم على السواد الاعظم في فترة وتاريخ النادي الاهلي كان ده رسماله فرقة مسكة نفسها طول الوقت حتى بتمر بها زيان بتمر بمواسم سيئة فرقة مسكة نفسها انا بقولك ما بين قصين الفرقة فك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة